تمام طيب تعال نشوف انت قلت مالتي مالتي يعني ايه يعني متعدد وانا قلت مالتي دي ممكن تشمل اتنين او ثلاثة او اربعة اتنين ايه اتنين موتور لو انا بصيت كده في السيارة هلاحظ هنا ان انا في عندي موتور قدامه وموتور وراه طبعا كل واحد مربوط باكس يعني كل واحد مربوط باكس مستقل طبعا لما هركب اتنين موتور واثنين اكس مستقل هيبقى شوية لازم بقى ايه يتغير الكنترولر عشان ايه السيارة كانت بتبقى يا اما سحب امامي اما دافع خلفي يعني ايه يعني انا بسحب العجلتين دول من قدام هما اللي بيسحبوا السيارة او اللي من ورا هما اللي بيدفعوها دلوقتي في اتنين سحب ودافع يعتبر فده بيسموها دول موتور باور ترين دول يعني اتنين سنائي سنائي الموتور فلازم يبقى الكنترولر يعمل حاجة بيسموها ايه زي ما اخدناها المحاضرة اللي فاتت تزامن يعمل تزامن بينهم طيب في بعض الاوقات انا بيبقى عندي موتور واحد قدام واثنين ورا وده على فكرة تكنولوجيا عالية جدا كل الناس دلوقتي بتتنافس فيها فكرة ان انا بحط كم موتور طب وانا دلوقتي لما عملت سيباريشن عملت فصل او عزل الميزة ان حجم الموتور لما انا خليتهم مواتير ثلاثة او اربعة او اتنين الحجم بيصغر كمام والكنترول على الحاجة بيزيد يعني انا بقدر اتحكم فيها اكتر يعني فيه سيارات فورد الالكتريكال شغالة بالاربع مواتير دي بتلاحظ ان انت وطالعه بالذات في الجبال والصحاري والكلام ده انت وطالع تقدر تديلك تحكم في العجلات الاربعة كل واحد لوحده حسب حالة الحاجة اللي موجودة تحت العجلة فيه قوبة مثلا كبيرة فيه رمل فيه مش عارف مين طبعا هيبقى المين كنترولر اللي احنا ندرسه من شاء الله المحاضرة الجاية هو اللي بيدي اوامر ولازم يحصل تزامن تزامن سينكرونيزيشن ويبقى فيه واحد بس هو اللي بيفكر هنا وبيدي الاوامر فالمواتير فيه منها اتنين اللي احنا سميناها ضاب الموتور وفيه مواتير بنسميها تريبل موتور فيها تلاتة العربية فيها تلاتة وفيه سيارات فور موتور باور ترين فيها اربع مواتير معلومة دي مهمة جدا طيب موسیقا